ايه يا شباب عاملين ايه مات مع العمد فيديو جديد وفيديو النهاردة هنتكلم عن وحش وتسريبات الوحش جديد من شركة سامسونج وهو السامسونج M90 كل يوم موبايل كل يوم تسريبات عم موبايل جديد فمان ده عشو اكتير ويلا بليه ان ندخل في التسريبات وأول حاجة نده بيها نهاردة في ال M90 والتسريب بتقولها والتصميم التصميم هنا انه جاي من موبايل كعادد سبح Leh من شركة سامسونج الموبايل جاي من وہش جاي拉د وأنا شام صراحة ان الشركة سامسونج مش تتغير وده عشان يرخص definition سعر الموبايل الموبايل هنا جاي بوació البولي كربونات مع تصميم مظفي زي بقي سبح سبح سلسلة ال� agrade الموبايل هنا ممكن تركب شرحتين انتصال وأكارتي لم يمرس نفس الوقت ولكن هنا الموبايل جاي مع من غير منفذ 3.5 زي اللي شفناها في النوت اتن فانا شايف ان الشركة سامسونج بدأت تتاجه انها تشيل منفذ 3.5 ولكن مستخدمة الشركة سامسونج ممكن يقله بسبب الحكادات فانا شايف ان الشركة سامسونج ترجى تاني وتحط المنفذ دوت تاني مرة واحدة كمان سمك الهاتف يسمح انها تحط منفذ 3.5 فانا شايف انهم يحطوا طمالة السمك التاع الهاتف يسمحوا كده موبايل هنا جاي ببصمة في الشاشة زي اللي شفناها في الـ A50 وفي كلام تاني بقول ان شركة سامسونج لها تحط البصمة في الخلف ولكن عشان الشاشة اعملوا دو كده فاحتمال كبير يحطوها في الشاشة وده يعني حقايا جاني كده اللي ما لانا شباب في الـ M90 وتصريبات بتقولها وهي الشاشة الشاشة هنا جاي في الـ M90 Full HD 1080p من نوع امريد بكثافة بيكسلات ربعية 3 انش والمساحة بتاعت الشاشة 6.7 انش فانا شاف الشاشة هنا ممتازة جدا وعشان كده بقول لك ان الشاشة ممكن تحط فيها بصمة عشان هي اموليد الشاشة هنا كمان جاي خرم زي اللي شفتناها في النوت 10 وانا شاف ان الخرم ده ممتاز ولكن هنا مش جاي في النصف وهنا جاي في الجنب زي اللي شفناها في زر سلط الـ M قبل كده في الـ M14 فانا شاف استراحة ان دي حلوة جدا انهم حطوا خرم كده يمكن الخرم هنا مش ملحوظ يمكن يعتبر هنا شاشة كاملة بدون حواف الى الخرم اللي هيجي فيه الكاميرا السلفية تالت حاجة ان الكلم عنه في الموبايل وهي الاداية الاداية هنا الموبايل جاي بمعارج سناف د رقم 730 اقوى معارج بفئة متوسطة اللي شفتناها في الـ Mi 9T وكده الموبايل هنا كمان جاي مع النسختين النسخة الاولى 4-64 ونسخة التانية 6-128 كمان هنا الموبايل هيجي بواقية سامسوك في الـ One UI الجديدة وكمان الموبايل هنا هيجي باندرويد 9 بالنسبة للكاميرات فهنا الموبايل جاي بثلاث كاميرات خلفية الاولى 32 ميجا بيكسل والتانية 8 ميجا بيكسل والاخيرة جاية 2 ميجا بيكسل وبالنسبة للكاميرات الامية في الكاميرا الامية الخرم جاي بـ 25 ميجا بيكسل فانا شاف ان الكاميرات ممتازة جدا بالنسبة لسعر اللي ينزل في الموبايل واخر حاجة نتكلم على النهاردة في الموبايل وهي البطارية البطارية هنا جاي USB Type-C مع 6000 ميلا امبير بطارية ضخمة كعادل سلسلة الام بيهتمه بالبطارية شفنا الـ 5000 ميلا امبير كاول موبايل 5000 ميلا امبير في سلسلة الامبير من شركة سامسونج في سلسلة الامبير وانا هنشوف اول موبايل 6000 ميلا امبير في سلسلة الامبير و كمان هنا الموبايل جاي مع شاحل سريع 18 وار فهنا موبايل لو انت استخدمه متوسط هيقعد معك 3 ايام يومين لو انت تلعب بفجو كده فيقعد معك يوم ونص فهنا البطارية هتبقى ممتازة كده دخلاك انها جاية بـ USB Type-C و بس كياه شباب دي كان كل التسريبات اللي عرفناها عن وحش سامسونج جديد سامسونج M90 فلعبوا في الفيديو اعمل لايك و سبسكرايب عايزيني نوصل لالف مشارك في عارف وقت و بس كده يا الله مع السلامة